بمشاركة أزياد من مائة عارض من المغرب وخارجه انطلقت بمراكش فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي لتثمين والابتكار في سلسلة النباتات العطرية والطبية أرومابلينت إكسبو فرصة سانحة للنهوض بالاستثمار في التثمين والابتكار في هذه السلسلة بجهة مراكش آسفي التي تراهن على هذا القطاع باعتباره محورا رئيسيا لتنميتها ونموها هذه التظاهرة نضمناها بشاركة مع الشركة تقنية دينا اللي هو الكلوستر منها واللي هو الكلوستر دياليز اوپراتر ديال الفاعلين الاقتصاديين ديالالا فالوريزازن والتخانسفورماشن والا كولتور ديال النباتات العطرية والطبية الهدف دينا كما أشرت هو أنه أولا نعطيه ديالا فيزيبليتي الفاعلين الاقتصاديين اللي كي ينفد لفيليه هادي نانسپيري ومقاولي لليوم بغاو يمشيوا المقاولة باش نديريجيوهم وهي تضمن برنامج المعرض المنظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء ورشات للتكوين تروم تقوية قدرات الفاعلين الاقتصاديين ومساعدتهم على تطوير نشاطهم إضافة إلى ورشة حول الآفاق المعتبر للسوق العالمية للمنتوجات العلاجية المشتقة من القنب الهندي